اخوان السلام عليكم قبل ما ندوز نشوفه المفيد اللي جيت نتقاسم معكم في هذا الفيديو متعولي بهذا القيطات هذا ونكمله ان شاء الله اخوان السلام عليكم اخوان سنتقلوا القصح جميعا ركزوا معي مزيلا هذا الشخص اللي بتشوفه معايا علش حطيته في المنياثور وربطته يعني مع هذا الفيديو لهذا الموضوع اللي قاد نهضروا عليه يعني هاد المؤاند دي البعض الناس اللي اجتماعي كيتبكيه وكادا وفرحة دي الناس خلين كان سبب كبير في هواحد النضوة صحفية اللي تكلم فيها هي عني امبابي وكتعرفوا جميع ان امبابي غادي جي لمادريت اللي غادي اتسال الايرو كوبا غادي جي باش يتم تقديم ديالو يعني كلاعيب ديال ريال مادريت لاحظوا اشنو اللي كان قال هنايا وركزوا لي على واحد السيد غادي جي منوراه طريقة ديال الكلام اللي كيتكلم على هاد هاد شخص هذا هو إسباني عنصرية كبيرة وبداوكي وجدل العنصرية من ديال لانوكي مالكياء الزناح السفا ديال للمتطرف فرنسا سمعوا الفيديوーレوا يا ام العشم سأتي مستثرة جانبات الرسلية وانا نчитرنا الان يأتي أصدر المثالة العامة بالكترة التساغة يجب أن يفعل الأمين ومعوا حقاً بحقاً وعواق العالمين تم رأسنا نتأتي دقيقة الرسلية فينا مكان ونفيحяли وانا نظرم وانا نسرم وانا نزرم من الوزن من الملزن وانا في تفترح وانا نظرم وانا نظرم انه وليس بالكتر وانا نظرم عامل ترجمة نانسي قنقر 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 لا فقط لأنه تزاد في المغرب فقط لأنه تزاد في المغرب فهذه الناس كيهاجموا على أنه إسلامي يعني وكي انتامي للمسلمين وكي دافع للمسلمين ودابا جنة جنون الأحزاب اليمينية المتطرفة والموالي والموالين ديالاخوصون لكن ما يتاريخون على المواقع على التواصل الاجتماعي وبدأوا كيتهموا هاتشخصها دا بأمور يعني اللي ما انزل الله بها من سلطان الناس اللي بدأوا يتهموا بأنه قال سيدي ولا صرح أنه غدا تكون اللغة العربية مثلا لغة رسمية في فرنسا ماشي بعيد يمكن يذيرها يمكن يقولها ولكن بدأوا يعني كيوجدوا شيء أمر بدأوا كيقولوا شيء خزع بلاد قبل ما يوصل هو للحكم مثلا وقبل ما يقع يقول لرئيس لأن ذا ما زال ما تكونت حكومة أصلا يعني ما زالنا ما عرفناش التحالفات كيفاش غدا تكون واخرى إخوان ولكن على العموم هذا انتصار كبير للأحزاب اليسارية للأحزاب اللي كتدافع للحقوق يعني ديال المهاجرين وديال الناس يعني الطبقة الكادحة والطبقة العاملة يعني انتصار كبير لأن من بعد ما كان بزاف ديال الخوف وبزاف ديال الهلاء يعني في أوساط دولة داخل أوساط الجاليات يعني المسلمة بالخصوص فرنسا فالحمد لله هذا باب اللي تفتح عليهم والحمد لله تسد الباب على هداك القوم اللي ولا هذوك الأحزاب اليمنية المتطرفة ديال اللي كانوا كيناديوا بشي أمور اللي ربما قع ولو كن وصلوا قع للحكومة ما كان ضنش أنهم يقدروا يطبقوها على أرض الواقع ولكن كتعرفوا الخطابات ديالهد الناس دائما بلا 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 بشي خلقوا الهلع في عباد الله والناس يعني ما تفقى تعرف دير ما تفقى تعرف راسها يعني من رجلها كان عاود الإخوة نأكد على النقاط اللي هذرت عليها ولا اللي هذرت عليها مطبق مثلا وهي اللي خلقات يعني الفارق كما قال فالناس اللي عندهم جنسية ديال أي دولة مشتها إسبانيا وعندهم السن القانوني اللي يسمح لهم أنهم يصوتهم اللي تكون انتخابات سواء تعلق الأمر بأوروبية ولا بعمة فهذهك الوريقة ديالك كما قالنا في فيديوهات سابقة قرأها ورقة رابحة وممكن تخلق الفارق ما تخليهاش عندك نهار لي تكون انتخابات سير أرميها وشوف الحزب اللي كي يدافع للحقوق ديالك ولا اللي ما كيهاش مكش وزيدوزة تشتير إخواركم كلكم كتعرفوا يا الله الإخوان باش ما نطولش عليكم بزاف نخليوا الفيديو تاني هنا تعليق ديالكم كما لعادرهم كيهمونه وما تنسوش ما تبخلوش بارك الله فيكم على البصائمات يعني قادر المستطاع والبرتاج اللي قضيته باش تعمل فائدة وهكي هذا الفيديو هذي يشوفوا أكبر عدد ديالناس يالله نهاركم بروك نطلقوا ان شاء الله في حلقة جديدة سلام عليكم